هل تعلم لماذا طرد الله تعالى الثعبان وطائر الطاوص من الجنة سبحان الله ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة هل كنت تعرف أن الحية والطاوص طرد من الجنة أو لماذا طردوا هيا لنعرف معا قصة طردهم من الجنة الطاوص الأزرق يعيش في الهند ويعتبر طائرا وطنيا هناك وأن رمزا في وسط العالم الهندي يرمز للطاوص الأزرق ولأنه يمتاز بمظهر ملكي الطاوص الهندي هو من أفضل الأنواع ويبلغ حجم الذكر حجم الديك الرومي وله عنق وصدر بلون أزرق مخدر معدني وله صف طويل من الريش الأخضر المخطط وفي كثير من البلاد تأتي الأفواج السياحية لزيارة الطاوص نتيجة لجماله الخلاب وفي الماضي كان الطاوص يزين حضائق روم القديمة والكثير من لوحات المسيحيين ويفضل الطاوص أن يتغذى على الثعابين والفراشات ويعتبر أيضا الطاوص رمزا من رموز التصوف والآن هيا نعرف ما سبب طرد هذا الطائر الجميل والحية من الجنة وكما هو مذكور في القتب المقدسة الطاورات والإنجيل والقرآن أن الطاوص هو من ساعد إبليس على الدخول للجنة ودله على الشجرة الملعونة التي أكل منها سيدنا آدم وكانت سببا في خروجه من الجنة أما الحية وكانت لها قوائم كقوائم البعير دخل إبليس إلى جوفها ليغري آدم بهذه الشجرة فغضب الله على الحية وألقى عنها قوائمها وكما ذكر أن إبليس لما أراد الدخول إلى الجنة وقف على بابها ثلثمائة عام ولما رأى الطاوص طلب منه أن يدخله الجنة وأخبره الطاوص أنه سيدله على من يساعده وكانت الحية هي من ساعدته دخل إبليس إلى الجنة في جوفها وكانت الحية أنذاك خادمة لآدم عليه السلام فخانته ومكنت منه عدوه ودخل إبليس في جوفها وأغرى آدم وحواء ولما أكل من الشجرة طرد الله تعالى من الجنة آدم وحواء والشيطان والطاوص والحية بعد أن أزل عنها قوائمها وجعل رزقها الطراب رددوا معي الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة إذا أتممت مشاهدة هذا الفيديو لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع الآخرين جميع الحقوق محفوظة لدى القناة لولو سبعا